السابعة تماماً بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها سيدتي وسادتي إليكم معرضنا الرئيسي لهذا المساء قدم أمس رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير بياناً أمام مسؤولي قوات الدفاع والأمن حيث حثهم على ضرورة القيام بمسؤولياتهم الكاملة في سبيل تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم حول أهمية ما جاء في البيان أعد الزميل خالد موسى الحاج الورقة التالية إن الأمن شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فبغيابه لا يمكن للدولة أن تقيم المشاريع التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار وقد أدركت الحكومة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار لذا خصصت للأمن مكانة همة في البرنامج السياسي وفي ظل ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار ووسط إقليم يموج بالتهديدات الإرهابية يسعى بعض المخربين والخارجين عن القانون إلى ارتكاب الجرائم والعنف لزعزعة أمن المواطنين الأمر الذي يعزز من جسامة المسئولية الملقى على عاتق قوات الأمن والدفاع ففي بيانه أمام مسئولي قوات الأمن والدفاع فقد شدد رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير على ضرورة الاستمرار في مكافحة إنعدام الأمن خصوصا مع بروز بعض الظواهر الأمنية في الساحة كالاختطاف من أجل الفدية وقطع الطريق والتصفيات الجسدية التي أصبحت تقلق حياة المواطنين وحثهم على عدم التراخي في النهوض بمسئولياتهم والتحلي بالمسئولية الفردية والجماعية في إطار مواجهة التحديات الأمنية وفي حديثه أيضا طمأن رئيس الوزراء مسئولي قوات الأمن والدفاع أن الحكومة وبرغم الظروف الاقتصادية مهتمة بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة وتعزيز قدرات قوات الأمن والدفاع حتى تتولى مسئوليتها الكاملة في مواجهة كل المخاطر والتحديات في سبيل تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم لا شك أن الحكومة التي أعلنت في برنامجها السياسي سعيها إلى القيام بكل المبادرات الرامية إلى تنفيذ التزاماتها والتي من بينها ضمان أمن وسلامة المواطنين ستبدل قصار جهدها للبحث عن حلول للمشاكل اليومية للمواطن خاصة المشاكل الأمنية كما ستدعم قوات الأمن والدفاع من أجل القيام بمهامها لمكفحة إنعدام الأمن والتسطي للجرائم بشتى أشكالها